اشتركوا في القناة اودباء الصين خلوها رمز الأمل كيف نبتة تستطيع الخروج في موسم الثلوج والشتاء في الصين يعني هذه ما تطلع إلا بالثلوج مرة فسموها البرقوق يقول عاد الأودباء عندهم في الصين ماسكين هناك لأعتك قصيدة برقوق برقوق شو برقوق شو برقوق هذي ما فيها ما تطلع منك والله مش اعتبوك من تطلع يوم وليوم بس أقول لك شوفت كيف؟ فهذا عاد المرض اللي غير مبرر ماذا اسمه؟ تحددك يلا شنوفوبيا شنوفوبيا هذا المرض غير مبرر من الثلوج تجلت خايف كده ترتاع من الثلج هذا حق خوف من الثلج بس؟ ايه هذا والشي بصورة دي هذي شرق قطمة الجنوبي لا قطمة الجنوبي نعم كم درجت حرارة؟ ثلاثة وتسعين أبرد مكان في العالم ما فيه سكان ثلاثة وتسعين درجة شجلت في أبرد منطقة في الكرة الأرضية هذي الأعمل هذي حقيت شنو؟ قياسات بكرة ثلاثة أيام ما شاء بجيلكم على حار مكان في العالم بتستغرب من حرارة حفر باطن حفر باطن حفر باطن حفر باطن حفر باطن حفر باطن هذي كم درجت حرارة؟ هذي قرية ما اسمها؟ أوليمياكون ماذا اسمها؟ أوليمياكون الروسية في الشتاء هذي غريب إنها 71 درجة تحت الصفر في البرد يا عمي هنا أنا وصل إلى ممكن 16 أو 14 خاصة بعد أني ما أستطيع أن أمشي لا والغريب في الصيف 50 هذي كل يوم من أصور الأسماني هذي كل يوم على سنابل ممكن أن نسوي بث قبل البرنامج أنا؟ أنا أنا وكنت داخل على البث عندي صورت لك درس الحارة بالسيارة نعم خمس درجات تنمشي كنت بالحفر أفرع السيارة هذين جاء أخوك صغير ظني أي عبد الرحماز أي عبد الرحماز يا أولد ناس تخاف من خمس درجات يا رجل يقولي كيف تنمشي بهالبرد ناس تخاف من الثلج وحنا نصور لو ثلجة واحدة طيح عندنا نصور مجالة موجة و هي ثلجة واحدة مكر جاء الثاني إن شاء الله جاء الثاني غريب والله معلومات قيمة جاء الثاني غريب وشو فيها أشياء غريبة مش فوائد الأكل لا تحرق الموضوع بس عطمة تنمي الأكل في الشتاء أكلها معينة تأكلها في الشتاء تزين مورك المشي في الثلج كيف تمشي مفروض في طريقة في المشي السيارات كيف؟ ممكن إنها ما تصدم في الثلج في حركة تسوي في السيارة شو في قلبي أشياء هذه حلوة تم و في حشرات تطلع في الثلج سبحان الله ناديني وقت للفترة طيب خلنا على العج ما عرفت شو نمشي بالعج العج على فكرة طاري العج و ما العج حسب باقع ثقافتي المثقفة الغير المثقفة العج 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 صدق إنه مفيد جدا إلى القوة مفيد جدا أنا ما كنت أدري والله مفيد يشير الحشرات ما في شيء ربنا سبحان الله يقر عليك أو يفرض عليك إلا أنه في فائدة أعطني فائدة أنا عندي فائدة يقتل حشرات يقتل حشرات واحد اثنين ينقل ويوخر عنك البكتيريا فرض المنطقة فيه في الوانزا في هذا المكان جاء غبار وراحة الفايروس وده حسب قوة الرياح وده الفايروس عنك فلنشن الطريقة فما خلاص بعد أربعين و خمس أيام ما عاد عندكم شيء لنشن انتقل الفايروس لا التراب هذا والله يكرمك الغبار شيء الثالث لقاح النخيل يقول أنه يساعد كذلك في لقاح النخيل الشيء الرابع يعني التمر لا يطلع على العج لا 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 يساعد الرياح تنقل بس أعظم فايدة لأن هذا مثل لو جاءك الغبار يتذبن هذا كله يروح نعم ولا لا تحسوا الغبار صح أنه يمكن أن يروح معها لكن عادة لا يوجد أن هناك أضرار لا يوجد أضرار و أحياء مثل العج تلقى أضرار الألاف مستشفيات الأضرار الرابو هذا اللي يعانون منها الله يربي عافيني وعافيني 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 الرابو العيون ممكن بعضهم يتأثر من الغبار حاسية سبحان الله أشياء كثيرة هناك ناس تروس معها اختناق إليا قليلا لكن تخيل ضروري وجود الإغبار هناك ناس أذنك مرة كانت شخصاً بديرة وجاء عليها أغبار أخف منه قليلا أخف منه قليلا أخي جاكك من الغبار قبل سنة كانت ظلام أنا أصور حاطي يدي كدو أصور حان الآن ساعة في مدر الظهر وهذا الجو عندنا أنا أصور بإنستغرامي موجودا و كان الوقت الظهر أتدري ما أقولي أنا؟ وللأسف و ليل يرضى هيا الكهرباً من نفس اليوم طفل كهرباً ليس كل حفر بعض الأحيان يعني كهرب وعج والدنيا نكسر كهرب وعج و لا يوجد مكيف كل شيء و لا تقفتح شباك أو شيء كاتما خف العجي شوي خف تقريباً 70% لكنني خبار خبار طلعت و أدوري الخبز و أدوري مطعم و قاسم باللان الناس توقف بنص الشارع كلهم بدوري مطعم مطعم سحمة مطعمين ثلاثة شغالين مضبطين وضعهم على السريع حنا بلعك سي جيال عجل نجوع كل الناس الجوع لا يطبخ قالت و حي طالك لا يطبخ ليس؟ لا يطبخ لا يطبخ لا يطبخ والله العظيم أن جارنا سيجيب العمال عشان ينظهم بيته والله يطلبه 4000 ريال عنده ثلاث غرف و صالة لا يطبخ لا يطبخ لا يطبخ لا يطبخ لا يطبخ كل شيء قاسم بالله ثانية و حملتنا ضعفة في البيت و حالتنا حعلة و انتم قفل كل شيء تأتي ترفع هذه السجاد عفوك يا رب العالمي الله يستر يعني بعلمك صح يذهب إلى الشمال سيبيريا سيبيريا هذا الشمال روسيا أنا أعرف رفتنا لهم صادق يذهب إلى درجة الحارة عندهم يقول إذا الجو دافي اليوم سيكون سالب 30 سالب 40 هذا حين يوقع سالب 50 فلحق أجز الصيف إذا الجو دافي سالب 30 سالب 40 يقول ما هي تدير هذه طبعاً طلع من السودان تخيل شون يوم شون يا أخي تطلع من الصيف هنا شوف كيف الصيف منها تطلع 40 درجة الحارة صح لو طلوح مثلا الأردن بتحسب فرق الحرارة و 2 درجة الحارة كم تفرق عنها 20 درجة تخيل توقف فرق 50 درجة يا أخي يقول لي يقول لي هناك ناس بس هم متعاودين نفسنا نفسنا رجل حطني في تركيا ترقى أني لم يأتي منها حتى بالحفر الله قد يروح أنا بالنسبة لي أنا حط في تركيا يقول لي أول أيام كانت معنا يقول لي سرنا نطالع يومياً الشعب هناك يطالع إيش بالنشرة الجوية أنه في شيء ما يحتمل اليوم أمطار حتمال أمطار حتمال أمطار حتمال ثوج مرة لا يقول المنطقة الآن فيها فيها أربع سودانيين بس أربع أفارقة فقط يقول حافظين المنطقة كلها من كثم ما فررنا فيها يقول في منطقة بالشمال الشمال الدين رحلنا فيها يوم الشباب يقول أعرف لي فيها جماعة كثير يقول وطلعوا ما شافوا ليش نشرت الأخبار نشرت الجوية هذا الضروري يقول يقولوا طلعوا ملابسهم صح لابسهم جاكتات بس مو ملابس جاكتات ذيك الفرو تدين لك دب قطبي ما دب قطبي ما عرف إيش والجلد حق ما يكون سميك يقول الجماعة ذول يطلعوا وين يطلعوا إلى الأشغال مجامعاتهم ووقفهم حط القطارات وهم راجعين يقولك الجو قلب مو مخذين الضياطهم كلا بس ثلجة الثلج ما هو صاح عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية يقولك والله العظيم تأخر القطار عشان العاصفة الثلجية تأخر القطار صارت لأشيخ أضرار وما يقدر مش على السكة عاصفة يقول قسم يسمها اللي تنزم الثلج وش يسمونها الوحبة برد برد لا هذا المطر الثلج وش يسمونها فلج لا نادفة نادفة الثلج نادفة 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 بلغة عربية يقولي عشرين وواحد من الشباب توفوا مش السالفة تجمد الدم بعرقهم نعم عشرين وواحد تخيل تجمد الدم أحرقت لا أحرقت علي الشو بكر أنت لو تجمد مثلا أطلق مثلا بالشتاء أطلق ذلك برمودة وأخذلك فرة ماشي لا تركب سيار قوي أنا متدفي وحتى الأحيان تركب سيار وتلقيه مثلت وتجع عند الدفاية وستنى عند الدفاية يقولي يالله تدفى صح فبالك أنت شيخ تكون سالب عشرين و سال ثلاثين سبحان الله شون يتعودون يعني جلودهم كده تصير عادي ضد البرد لا أنا موجودهم ضد البرد ها يلبس لما يقول بس بس ترى يتأقلم لا طيب أنا شوف برا شوفهم شوفت بردنا بالحفر بردنا بالحفر جاء قبل سنتين تقريبا جاء عمي من أردن جونا بشهر واحد بعز البرد قوت البرد شهر واحد ميلادي أول مديني بشهر الحر بشكل ضل قاد مصيف والله حر بالنسبة للأردن طيب سؤال استنتاج من قصة إسماعيل الجسم الإنسان الطبيعي تحمل الحر أو تحمل البرد تحمل كلها أكيد بس فيه جزء معين في الجسم الإنسان ما قد تحمله فهل لو حطيته في مكان حار جدا تبغى تعيش فيه كويس أو تعيش في مكان بارد جدا بارد أنا أترك في مكان تشتغل فيه تقول إختار ركيات تروح القطب الشمالي يقص بالجنوبي نفترض أن الجنوبي فرضاً حر يعني أبيضي أسود نختار حلو، البارد أتوقع البارد الدراسة تثبت العكس أن أكثر أماكن وفيات في العالم من أماكن الباردة أماكن الباردة؟ الجسم يسمى يتحمل نعم